اشارات لاسلكية تشير الى احتمال اجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية محادثات جنيف الثامنة تنطلق اليوم بحضور المعارضة السورية وغياب النظام ومنصة باب امتلك مصرفك الخاص عبر تطبيق على هاتفك الذكية اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من الاشارات المغلقة التي رصدتها توكيو من بيونج يانج اذ قال مصدر بالحكومة ان اليابان رصدت موجات لاسلكية تشير الى ان كوريا الشمالية ربما تستعد لاجراء تجربة جديدة على صاروخ فاليستي وذكرت وكالة كيو دو اليابانية للانباء في وقت متأخر من يوم الاثنين ان الحكومة اليابانية في حالة استنفار بعد ارتقاط اشارات لاسلكية ما يوحي الى ان عملية اطلاق قد تتم في خلال بضعة ايام وفي جديد التحركات الدبلوماسية لبحث الازمة السورية اكد رئيس وفد المعارضة السورية الى مباحثات جينيف نصر الحريري سعي وفد المعارضة خلال المفاوضات لعملية انتقال سياسي في سوريا تضمن رحيل الرئيس بشار الاسد في بدايتها وضف الحريري ان وفده يعتزم الدخول الى مفاوضات جدة ومباشرة بمنجب القرار الدولي الذي وضع خريطة الحال السياسي مشيرا الى ان النظام السوري برهن على الارض انه ليس شريكا جديا في المحادثات التي من المرتقب ان تنطلق اليوم في العراق قتل 11 شخصا واصيب 33 اخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاريون قرب سوق تجاري في منطقة النهروان الواقع جنوب شرق العاصمة بغداد بحسب ما افاد به مصدر امني واوضح المصدر ان خمسة انتحاريين هجموا سوقا ومحالا تجارية في منطقة النهروان وقتلت الشرطة ثلاثة منهم فيما فجر الاخران نفسهما ما اسفر عن مقوع الضحايا على الرغم من الاجراءات القمعية والافعال الهماجية التي مارسها داعش بهدف القضاء على الفن والابداع خلال فترة احتلاله لمدينة الموصل الا ان فناني المدينة ومن بينهم النحاتون واصلوا في الخفاء ابداعهم واثقوا حقبة الظلام والارهاب التي جلبها هذا التنظيم الى الموصل مراسل اخبار الان ويسام يوسف والتفاصيل خلال ثلاث سنوات عجاف من احتلاله الموصل دمر داعش جميع النصب والتماثيل في الساحات العامة للمدينة كما حطم جميع اللوحات الفنية والجداريات التي كان فنان المدينة قد زينوا بها معالم ومراكز الموصل لكنه برغم هذه الافعال الهمجية لم يتمكن من تحطيم الفن في نفوس فنانيها اريد ان اقول للعراقيين اولا وللعرب وللعالم جميعا ان هذه المدينة لن تموت مدينة الموصل مدينة جميلة مدينة تحب الجمال تحب الفن مدينة الثقافة مدينة العلم والادباء والعلماء لا يمكن ان يموت فيها هذا الصرح الحضاري الذي امتد لالاف السنين ولا يمكن ان لا يموت ولا يتوقف برغم الافعال البربرية التي كان يمارسها داعش في الموصل واصل الفنانون مواهبهم بالخفاء وفي اقبية تحت الارض خوفا من مقاتلي التنظيم سعيا لتوثيق هذه الفترة المظلمة من تاريخ المدينة وفضحها من خلال اعمالهم الفنية كنت انحت هذه الاعمال وانفذها سرا في بيتي الذي يحوي في طابقه الاسفل سرداب كنت اعمل فيه واعمل بجهد جهيد طيلة هذه الفترة التي حكمها داعش وكانت هذه الاعمال اخبئها باماكن وقسم منها كنت اخبئها تحت الارض وقسم من الاخر لا اننفذها بالكامل وانما ابقيها مجرد هياكل لا دلالة لها تظاهرة مسمارية هي عنوان اول معرض فني اقامه فنانون موصل بعد تحريرها بهدف اعادة الحركة الفنية في المدينة الى مكانتها الطبيعية وبعد ان حاول داعش محو اي اثار فنية من شوارع المدينة وباحاتها حيث كانت الضحية مئات التحف لكن اليوم تولد غيرها الحمد لله قدرنا انو ننجو من هذه الازمة وانننجو بالاعمال ايضا وما ترونه اليوم هو نتيجة نتيجة لهذا الصبر وهذا الجهد رسالة المعرض هي انو رغم كل الظروف ورغم كل التحديات يبقى الفنان العراقي والفنان الموصلي هو الفنان المتميز الذي يثبت نفسه ويتحدى كل الظروف والصعاب والموصل تنهض بفنانيها وادبائها ومثقفيها ما شهده الفنان الموصلي لم يشهد غيره من شرائح المجتمع فقد تعايش مع المآسي التي تسبب بها داعش وتابعها اولا باول محولا اياها الى منحوتات تبقى شهدا على الظلم والخراب الذي مارسه ارهابي هذا التنظيم اثناء احتلالهم الموصل اتفق وزراء دول التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب في اجتماعهم يوم الاحد الماضي على محاربة الارهاب اعلاميا لما له من اهمية قصوة في التأثير على الشعوب العربية فضلا عن محاربة الاعلام الارهابي والمتطرف والدعاية الارهابية وسلب عوامل تأثيراتها والحلولة بين الارهابيين ووسائل الاعلام لعدم بث الرسائل الارهابية وشدد الوزراء على ضرورة توظيف الاعلام بجميع وسائله وتصدي لرموز الفكر المتطرف وكشف اساليبهم التي يستخدمونها من اجل التأثير على عقول الشباب من المؤكد ان يوم امس كان يوما تاريخيا في الحرب على الارهاب فاجتماع 41 دولة اسلامية في المملكة العربية السعودية ضمن الاجتماع الاول لمجلس وزراء دفاع التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب يعتبر اكبر تجمع دولي لمحاربة الارهاب والحقيقة ان اغلب دول هذا التحالف عانت الارهاب لذا فان حربها على الارهاب ستكون حربا قائمة على معرفة مسبقة وهذا التحالف في اجتماعه بالامس اعطى مؤشرا يدعو للتفاؤل وهو انه لم يركز فقط على مواجهة الارهاب عسكريا وامنيا وانما تكلم عن هذه المواجهة فكريا واعلاميا اذ سلط اجتماع التحالف الاسلامي العسكري لمكافحة الارهاب في الرياض الضوء على اهمية الاعلام في مكافحة الارهاب والافكار المتطرفة وقدم التحالف رؤية بعيدة ومعمقة في سبل وآليات مكافحة الارهاب تتجاوز التنسيق العسكري بين تلك الدول لتضع المجالات الفكرية والاعلامية في صلب مهام التحالف المشتركة ولفت الى ان الجهود الدولية ستقوم بمحاربة الخطاب الاعلامي للمنظمات الارهابية واغراءاتها لعقول الشباب العربي وكشف تجاوزاتها ونقل تجارب ومعاناة ضحاياها كما ستشمل التطوير لمحتوى يكافح الفكر المتطرف من خلال الادوات الاعلامية كمنصات التواصل والقنوات التلفزيونية والاذاعية اضافة الى تفعيل ادوات لقياس اثر هذه الاستراتيجية على العقليات والسلوكيات اما في الشق الفكري فتسعى دول التحالف الى عادة رسم وصياغة الانطباع المغلوط الذي صدره الفكر المتطرف والتنظيمات الارهابية عن الدول العربية والاسلامية للعالم وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان افتتح الاحد اعمال الاجتماع الاول لمجلس وزراء دفاع التحالف الاسلامي العسكري لمكافحة الارهاب واشدد في كلمته الافتتاحية على اهمية هذا الاجتماع لمواجهة التطرف ومكافحة الارهاب مؤكدا ان اكبر خطر للارهاب هو تشويه العقيدة الاسلامية السمحة والدين الحنيف وترويع الابرياء مشددا على ان دول التحالف لن تسمح بمواصلة عمل تلك المنظمات الارهابية وستلاحق الارهاب حتى يختفي عن وجه الارض لنشرتنا بقي مشاهدينا ولكن لنا عودة بعد فصل قصيلا وحييكم من جديد كثيرة هي المقابلات التي عرضناها مع مشاقين عن داعش في العراق وسوريا تحدث هؤلاء عن انتهاكات التنظيم بحق الاهالي وممارساتهم البشعة امير منطقة كوت في ولاية نانجرهار شرق افغانستان انشق عن داعش وتحدث لنا عما كان يجري داخل التنظيم وعن تأثر داعش فراسان في خسارات التنظيم في سوريا والعراق نتابع في مقابلة خاصة مع الملة ورق مجاهد امير داعش السابق في منطقات كوت في ولاية نانجرهار شرقي افغانستان سألناه عن المناصب التي تولها تحت حكم داعش وبأي منطقة تحديدا كما حاولنا ان نعرف منها العلاقة بين داعش الام وداعش افغانستان بالاضافة الى هذا سألناه عن الجرائم التي ارتكبها داعش فراسان في هذه المنطقة شغلت منصب امير منطقة كوت في ولاية نانجرهار شرقي افغانستان العلاقة بين داعش الام وداعش افغانستان الخراسان كما يسمون انفسهم هي علاقة مبنية على المصالح فقط داعش الام تتلقى ضربات موجعة في سوريا واجزاء من العراق وتريد ان تظهر للعالم بانها تنتشر في مناطق جديدة وان بامكان مقاتلها مهاجمة المصالح الغربية في اكثر من منطقة مثل افغانستان وباكستان اما داعش خراسان فمعظم قياداتها اجانب من بلدان مختلفة من الصين واوزباكستان وباكستان ودول عربية واسلامية اخرى فهؤلاء المقاتلون الاجانب يبحثون عن ملجأ ويفتقرون للتمويل والدعم لمواصلة عملياتهم الارهابية ولهذا السبب يفضلون اظهار ولائهم لقيادات داعش في سوريا والعراق لكن هناك قاسم مشترك بين داعش خراسان وداعش الام وهو فهمهم وتفسيرهم الضيق للمبادئ الاسلامية وسوء استخدامها جرائم داعش ليست خفية على احد فهو يصور ضحاياه بطريقة مفزعة عند تصفيتهم ثم يوزع الاشرطة والفيديوهات عبر الانترنت ويتباهون بفعلهم الشنيع يقتلون الابرياء من دون تمييز بل يقومون بتصفيتهم بابشع طرق ويزوجون القاصرات بمقاتليهم الاجانب ولو حاول اهالي الفتيات المماطلة بطلبهم لن يتأخروا بالرد عليهم بقتل الاب او عضو من اعضاء الاسرة عموما ما يفعله داعش في افغانستان نسخة عما يفعله داعش الام في العراق وسوريا وانتم اعلموا بذلك من خلال تغطيتكم الاعلامية المتواصلة جرائم داعش لا تنتهي وتحركها اموال يسعى التنظيم الى كسبها بشتى الطرق فمن يمول داعش خرصان وكيف يحصلون على الدعم المالي لمواصلة هجماتهم الارهابية وسألنا ايضا الملاورق مجاهد امير داعش السابق عن تأثر العملية الارهابية في افغانستان نظير ما يحدث مع داعش الام في سوريا والعراق لا يمكن ان يواصل داعش خرصان وطالبان حربهما ضد القوات الافغانية الا بدعم المتواصل اعتقد ان لكل تنظيم مصادره الخاصة لتمويل عملياته في افغانستان اعتقد ان عمليات داعش خرصان تأثرت بالهزائم المتلاحقة التي مني بها داعش الام في سوريا والعراق لكن اعتقد ايضا ان داعش الام سيركز في افغانستان اكثر من اي وقت مضى خاصة عندما يتم طرده بالكامل من سوريا والعراق مثلا نتحدث ان داعش فقد سيطرته في الموصل وفقد الرقى عاصمة خلافته في سوريا وهذا ينذر بشيء خطير هناك الالاف من المقاتلين الاجانب الذين كانوا في صفوف داعش الام هؤلاء المقاتلون هم بحاجة ماسة الى ملجأ لانهم لا يستطيعون العودة الى بلدانهم الاصلية ومجتمعاتهم وعليهم ان يفكروا في ملاذ امن واعتقد ان افغانستان ستكون قبلتهم الاولى بحكم موقعها الجغرافي وتاريخي الطويل مع الجماعات الارهابية وفي الاخير اردنا تعرف على الجنسيات التي تقاتل مع داعش خرصان بالاضافة الى ذلك ما هي الاسباب التي كانت وراء انشقاق المل ورق مجاهد امير داعش السابق من التنظيم وكيف استطاع الفرار منهم معظم مقاتلي داعش خرصان ينحدرون من باكستان واوزباكستان وطاجاكستان والشيشان وغيرهم اما ما يتعلق بانشقاق عن داعش فهي تعود لممارساتهم اللا انسانية عندما يهددون الصحفيين ويذبحونهم بطريقة مشينة ويخططون لتنفيذ عملية مباغتة في مستشفى عام وهم يقنون ان من بداخل هذا المشفى ليس سوى الابرياء عندما تراهم وهم يهنئون بعضهم البعض بتنفيذ عملية انتحارية استهدفت مدرسة اعدادية وهم يعرفون ان من بداخل هذه المدرسة ليسوا سوى طلاب لم يتجاوز اعمارهم سن العاشرة عندها ليس امامك خيار سوى محاسبة نفسك وعليك ان تبحث عن مخرج باقرب فرصة وهذا ما فعلته قررت الرحيل عن داعش وتواصلت مع الوالي سالم خان وشرحت موقفي له اكثر من ثلاث مرات وايضا تحدثت مع غلام منغال المستشار الخاص للرئيس الافغاني لم يتجاوبا بالشكل المطلوب لكنني تمكنت من الفرار من داعش وهذا مثل لهم مفاجأة كبيرة ادينا مراهق بريطاني بالتخطيط لقيادة سيارة وصدم حجد من الناس بها في مدينة كارديف عاصمة ويلز واستهداف حفل لنجم الغناء جستن بيبر ومركز تسوق مستلهما هجومه المفترض من افكار تنظيم داعش وبحسب وكالة رويترز كتب الصبي البالغ من العمر 17 عاما رسالة قال فيها انه احد جنود داعش اعلن مسؤولون اندونيسيون عن رفع انذار الخاص ببركان جبل اونغ في جزيرة بالي السياحية الى اعلى مستوى مع الخشية من ان يكون حدوث ثوران كبير قد اصبح وشيكا في ظل شعور القريبين منه بهزات مستمرة مزيد من التفاصيل مع الزميلة ميسون باركا السلطات الاندونيسية دعت حوالى 100 الف شخص من السكان المقيمين بالقرب من البركان الى اخلاء المنطقة وتم توسيع منطقة الاستبعاد حول الجبل لتصبح 85 كيلو مترا وحدت السلطات السكان الذين يعيشون ضمنها على مغادرتها الوكالة الاندونيسية لادارة الكوارث قالت ان حوالى 40 الف شخص غادروا بيوتهم القريبة من البركان من اصل 90 الى 100 الف شخص الدخان يتصاعد من البركان بشكل كثيف وقال خبراء ان صحبة دخان الرمدي الكثيفة وصلت الى علو 3400 متر المركز الوطني لادارة الكوارث في اندونيسيا قال ان انفجارات سمعت على مسافة 12 كيلو مترا من قمة الجبل وتم اغلاق المطار في مدينة دنبس دنبسار دنبسار عاصمة بالي لمدة 24 ساعة ما ادى الى تعطيل 445 رحلة وتأثر 59 الف راكب ثار بركان جبل اغونغ اخر مرة عام 1963 ما ادى الى قتل 1600 شخص عاد البركان الخامد الى الحياة مرة جديدة في ايلول سبتمبر الماضي ما دفع السلطات الى رفع الانذار الى اعلى مستوى واجلاء 140 الف شخص يعيشون بالقرب منه جبل اغونغ هو واحد من اكثر من 120 بركان ناشطا على امتداد اندونيسيا التي تقع ضمن حزام النار في جنوب شرق اسيا نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل اخير حمدى الغراغير تجابه ضعف البصر وتتسلق سلا النجاح وحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم الى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها فيسبوك تطرح خاصية جديدة لرز محاولات الانتحار قالت ادارة المنتجات في شركة فيسبوك انها تعمل على استخدام ادوات ذكاء اصطناعي جديدة تساعد في رزد مستخدم الموقع الذين قد يكونوا بصدد التفكير في الانتحار واضفت الادارة ان فيسبوك ستحاول رزد الانماط في التدوينات ومقاطع الفيديو الحية التي تشير الى ان المستخدم يفكر في الانتحار الى صحيفة الاتحاد الاماراتية التي اختبنا منها لكم مشاهدين اصغر جهاز لتسجيل البيانات مصنوع من البكتيريا جاء في تفاصيل الخبر استطاع فريق من الباحثين في المركز الطبي التابع لجامعة كولومبيا الامريكية تحويل نظام مناعي بكتيري طبيعي داخل جسم الانسان الى اصغر جهاز مايكروسكوبي لتسجيل البيانات ما يمهد طريق امام نوعية جديدة من التقنيات تسمح باستخدام الخلايا البكتيرية في تسجيل البيانات في شتى المجالات صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم دراسة غصول الفم يعرض الصحة لخطر كبير اكد علماء امريكيون ان استعمال اليومي لغصول الفم يزيد من خطر الاصابة بالسمنة ومرض السكري وتوصل العلماء الى تلك النتائج بعد دراسات اجريت على اشخاص تتروح عمارهما بين اربعين الى خمسة وستين عام ممن يعانون من السمنة وخطر مرض السكري ختاما من صحيفة البيان الاماراتية الروبوت صوفيا التي منحت الجنسية السعودية ترغب في انجاب طفلة فجأت الروبوت صوفيا التي منحت الجنسية السعودية الشهر الماضي الجميع في قمة دبيل المعرفة بكلمة لها خلال مقابلة مع صحيفة The Times عبرت فيها عن رغبتها في تكوين اسرى وانجاب طفل مضيفة ان تكوين اسرى شيء مهم جدا ومطلب يحتاجه الروبوتات والبشر على حد سوا نعود الى اخبارنا مشاهدين وفيها ايضا عقبات بكية كبيرة تواجه المهاجرين وذوي الدخل المحدود في المملكة المتحدة دفعت بمهاجر عربي لابتكار فكرة جديدة تساعدهم في تخطي هذه الصعوبات بحيث يصبح لهم مصرفهم الخاص ومن هنا ولدت فكرة منصة باب المصرفية نتعرف اليها مع داني امين في سياق التقرير التالي هل فكرت يوما بامتلاك مصرفك الخاص؟ ربما لم يعد ذلك حلما يصعب تحقيقه فبعد ان واجه الشاب رشد صعوبات مالية لدى وصوله الى بريطانيا للدراسة قرر ايجاد حل يتجاوز عقبات الحياة في المملكة المتحدة التي يعتمد الجميع فيها على التقنيات الحديثة في التعاملات اليومية مثل ركوب الحافلة والتسوق وهو ما لا يمكن اتمامه من دون حساب مصرفي يصعب الحصول عليه بسبب صرامة القوانين من هنا ولدت فكرة منصة باب طبعا اول ما جئت على بريطانيا كأي مهاجر محتاج افتح حساب بنكي لأول مرة في بريطانيا للأسف البنوك هنا عندها سياسة باني ما تفتح حسابات الا الاشخاص الذين عندهم تاريخ في بريطانيا وعندهم عنوان ثابت باب هو مجرد يعني السوشال اب يعني زي مثلا واتس اب ممكن تنزيلها عندك في التليفون وتاخذ فويس ان فيس اللي هو البصمة الصوت والصورة وبعدين ممكن تضيف صدقائك الأهل والأقارب وتتواصل نفس الواتساب نحن نستخدم التكنولوجيا اللي هي خلف البيتكوين بالضبط فهذه ميزة كبيرة جدا تتيح منصة باب المصرفية التي تعتمد على التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى تسهيل التعاملات المالية بين الأفراد والحصول على القروض الشخصية وتحويل الأموال من أي مكان في العالم نحن أيضا نقوم بدعم الأفراد الذين واجهوا كوارث والحروب واضطروا إلى الهجرة من بلادهم بدون أوراق ثبثية أو مدخرات لذلك نقوم بمنحهم حسابات بنكية تسمح لهم على الأقل بتحويل الأموال بطريقة أسرعة وأقل تكلفة من أي مكان في العالم أحمد شاب سوري لجأ إلى بريطانيا قبل أربع سنوات يعاني من صعوبة تحويل واستلام الأموال بسبب القيود المفروضة عليه كلاجئ ليجد في باب حلا لمشكلته يسعى رشد وفريقه من خلال هذا المشروع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة في إيجاد أسهل الطرق لتسيير تعاملاتهم المالية دانيا أمين أخبار الآن لندن حمد الغراغير معلمة في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن تعاني من ضعف في البصر إلى أنها تمكنت ببصيرتها من تسلق سلم النجاح وباتت تشرف على الطالبات الكفيفات في المركز التفاصيل في سياق التقرير التالي إلى المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن اعتادت حمد المجيء وما أن بدأت رحلتها في المركز حتى أخذت بتعلم أربع مهارات رئيسية هي القراءة والكتابة بطريقة بريل وفن الحركة والتنقل داخل وخارج المبنى ومبادئ الحساب البسيطة والتدبير المنزلي وفي مختبر الحاسوب مثلا تتعلم الطالبات برامج مثل دورة ACDL كاملة ويحصن على شهادات معترف بها إحنا مركزنا من المراكز المعتمدة للتدريب على دورة ACDL وإعطاء شهادات ACDL إحنا الصبايا اللي بيجوا عنا هون على المركز بيكونوا إما totally blind أو low vision يعني يا ضعيفة بصر كلي أو يا أنه كفيفة كلي أو ضعيفة بصر بالبداية الصبايا عنا بتكون بالغرفة اللي بجنبي بتاخد دورة أساسيات الكمبيوتر دورة أساسيات الكمبيوتر إنها هي بتحفظ الأحرف بالعربة والإنجليزية والاختصارات تحت الكيبورد بتعتمد على السطر الإلكتروني وبعدها تحفظهم بعدها بتيجي عنا هون على القسم هذا تاخد دورة ACDL ACDL هي International Computer Driver License رخصة دولية قيادة الحاسوب هي 7 وحد Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet, i-Team ومن ممارسة بسيطة لفن النول إلى مديرة قسم تدرجت حمدة في تعليمها حتى أصبحت اليوم تشرف على مجموعة من الكفيفات تشبه منتجاتهن إلى حد كبير منتجات العمال التقليديين في الأسواق أنا بدأت طالبة بـ 92 أخذ دورات بالمركز دورة التريكو اللي هي النسيج دورة الأشغال اليدوية دورة المقسم الآلي دورة الـ ICDL أخذ بالإضافة إلى الدورات الأخرى أنا أخذ دورة بالـ 98 وكنت الأولى على الدورة وكانوا هم بدهم معلمة كفيفة عشان توصل المعلومة للطالبات بكل سهولة فاختروني أنا وتعينت 1999 المركز يقدم مشروعا متكاملا لتعليم الكفيفات المهارات الحياتية الأساسية لجعلهن يعتدن على العيش في بيئة المبصر بدأنا في دورات تقليدية نسيج نول مآمر مقاسم تدرجنا إلى حواسيب والآن معتمدين 2006 كأول مركز خاص لمرح شهدات الـ ICDL للكفيفات بالإضافة لدورات التدليك العلاجي دورات التجميل مساعد حلاق بالتعاون مؤسسة التدريب المهني دورات التغذية والتصنيع الغذائي والتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية مساهمة المركز كانت في نقلات نوعية تماما في حياة العديد من الفتيات من دورات العاقة البصرية من داخل وخارج الأردن أولا ساعدهم على تقبل إعاقتهم وساعدهم على الاستقلال والاعتماد على النفس وقدرتهم على أن يكونوا عضوات فاعلات في مجتمعاتهم حمدا هي واحدة فقط من الكفيفات اللواتي سجلنا قصص نجاح جديرة بالاهتمام في المركز الذي يؤكد القائمون عليه إنه مقدمة لتستقبل الكفيفات حياتهن العملية على نحو أفضل لأخبار الآن لانا رياض عمان ونختتم بهذا الخبر الفني اتصدر ألبوم ربيوتيشن للمغنية تيلر سويفت قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في دولات المتحدة متفوتا على ألبومين جديدين لنجمين موسيقى تيم ماك جور وغاريت بروكس موسيقى وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين إشارات لاسلكية تشير إلى احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية موسيقى محادثات جينيبا الثامنة تنطلق اليوم بحضور المعارضة السورية وغياب النظام موسيقى ومنصة باب امتلك مصرفك الخاص عبر تطبيق على هاتفك الذكي موسيقى بهذا إذن مشاهدين كرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر يمكنكم أيضا متابعة ذكينا المباشر في ذات الموقع بعد أقل من نصف ساعة موجز للأنباء موسيقى